أشهد رئيس مجلس النواب المصرية الدكتور علي عبد العالب عمق العلاقة والروابط الوثيقة والراسخة التي تجمع بين الكويت ومصر في ظل قيادتي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجبر صباح حفظه الله ورعاه والرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ذلك خلال مشاركته في حفل استقبال أقامته سفارة الكويت بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني الثامن والخمسين لاستقلال الكويت والذكرى الثامنة والعشرين للتحرير والذكرى الثالثة عشر لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجبر صباح مقاليد الحكم حيث أكد أن الكويت ومصر دولتان شقيقتان وتربطهما علاقات قوية سواء على المستوى العربي أو الإقليمي أو الدولي